السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميدي في سنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تناميذ لو مشاهدوا فينا معكم كالعادة الأستاذة يسمين ويلا أبناء وبناتين يمدروا ملخص العلوم الطبيعية والحياة للفصل الأول اللي هي إن شاء الله راح نشوفه في الملخص هذا وشاهدنا في الفرد الديناميكية الداخلية للكراءة الأرضية يلا تناميذ كثير تعسنة تلتمتوا صدق الأستاذة العلوم صعبة إلى غير ذلك ومشئ ولا صامتة لا يلا إن شاء الله في هذا الملخص نلخصوها وتولي إن شاء الله جيدة يلا أول شي لازم نعرفه في العلوم ولا الدرس اللول اللي هو تعريف الزلازل نحن الزلازل نعرفوهم بالدرجة ولا نعرفهم كيفش يصروا بسح كيفش التعريف التحى في العلوم إذن هي ظاهرة طبيعية جيولوجية معتها طبيعية تصرى بالطبيعة الإنسان ما يتحكمش فيها جيولوجية معتها تصرى في باطن الأرض تظهر على سطح الأرض في شكل تشوهات وتغيرات وتكون سريعة جدا يعني في بضع ثواني وبشدات مختلفة معتها اللي هو يقول لي بلي زلزال طبيعي جيولوجي وين يظهر؟ يظهر على سطح الأرض معتها في كي هذوك الخسائر إلى غير ذلك في شكل تشوهات تغيرات يعني نشوفو بلي صح صار زلزال تماما يكون سريعا جدا وبشدات مختلفة يقدر يكون زلزال طفيف يقدر يكون دي زلزال منضمر إلى غير ذلك يلا اللي بعدو نشوفو مظاهر الزلازل معتها وش يدير الزلازل؟ إذن يخلف آثار يعني يختلف الآثار اللي ديرها الزلازل من زلزال اللي آخر قلنا على حسب وشنو الشدة تعوه يلا قال لي البشرية المادية وطبيعية مظاهر الزلزال معتها وشنو النواة تجليدينهم زلزال يلا بشرية من جرحة ووفايات المادية من تشقق الطرقات تهدم المباني يعني كل حاجة مادية الطبيعية تشوه القشرة الأرضية مفهم؟ إذن هذين خلوها في بالنا خصائص الزلزال معتها الزلزال كيفاش نعرفوش عندو حاجة يعني خاصة به إذن يلا عندو تمن خصائص نسحقكم أبنائي معليش حبيتو ما تحفظوش التعريف لكن على الأقل نعرف باللي عندو تمن خصائص يلا نفهمو التعريف ولا نفهمو كل خاصية عندو اللولة شدة الزلزال التي تقاس بسلم ميراكلي ام اس كا تبدأ من واحد حتى تلتناش عندو مقدار الزلزال وهو الطاقة اللي حر هذا الزلزال من باطل تقاس بسلم ريشتر عندي المركز السطحي للزلزال وشو معتها مركز السطحي؟ معتها الفوق اللي اضرت في الزلزال هو زلزالي صار في باطن الأرض لكن المركز السطحي معتها المنطقة الأكتر تضررا على سطح الأرض وهي الأولى التي تصلها الموجات الزلزالية البؤرة وشنه هي البؤرة؟ هي منطقة من باطن الأرض تنبعث منها الموجات الزلزالية وهي نقطة من الفالق معتها البؤرة هي اللي جيني منها الزلزال بعد ذلك عندنا عمق البؤرة وشو معتها عمق البؤرة معتها المسافة العمودية من البؤرة إلى سطح الزلزال مفهوم معتها من هذا اللي صار فيه الزلزال حتى للبؤرة نحسب المسافة العمق معتها المسافة المدة معتها مدة الزلزال يقولنا تكون بالثواني الهزات الارتدادية هي الهزات التي تتبع الزلزال معتها الجيمور الزلزال الفالق هو شق ينتج عن كسر في الصخور الصلبة إذن يلا نروح نشوفوا هاو الفالق تاعي معتها صخور صلبة تكسر ذلي زلازل إذن البؤرة الفالق تاعي عمق البؤرة قلنا من البؤرة إلى المركز السطحي لزيزان اللي هو قلنا أكثر تضررا وهذه بالنسبة إلى الأمواج زيزانية واش تقول لي إلا هنا الملاحظة كلما قل عمق البؤرة كلما زادت الخسائر معتها قدما البؤرة كانت قريبة للسطح معتها قل العمق تاحا قدما كانت الخسائر كبيرة وفادحة يلا الدرس اللي بعده رح يكون ثقافة عامة اللي هو التاريخ الزيزالي لمنطقة شمال إفريقيا يلا مدام احنا سكنين في شمال إفريقيا نحب نعرف إذا عندنا زلازل أمنا إذن قلي تعتبر منطقة شمال إفريقيا منطقة زلزالية حيث تمتد من الحدود التونسية قابس إلى الحدود المغربية أغادير والحسينية مرورا بجزائر بومردا سشلفت لمسانق سنطينة وعين تيموشنت إذن هادو كاوشنو يصروا فيهم الزلازل كثير في شمال إفريقيا وهناك علاقة بين توزع الجبال وحدود الزلازل مع أنتوشنو الجبال والزلازل عندهم مع علاقة بينتهم الجبال السبب من أسباب حدود الزلازل إذن يلا هنشوفو كيفش الجبال السبب من حدود أسباب الزلازل قلي الأسباب تتوزع الزلازل في المناطق الجبلية مشكلة حزام زلزالي مع أنتشوفوا أبنائي وين نشوفو سلاسل جبلية أعرفو باللي عندنا حزام زلزالي أصلا الجبال منين جات جات من تشكل وشنو ولا من زلازل مفهوم الزلزال مر زلزال مر زلزال شكل للجبال نحن شوفوها في تشكل الجبال يمتد من غرب البحر الأبيض المتوسط هذا الحزام الزلزالي من بحر الأبيض المتوسط معتها من عندنا إلى وسط الشرق آسيا معتها يلحق هذا الحزام الزلزالي حتى الآسيا المناطق الجبالية اللي مر عليها وهي المناطق الزلزالية أطلس القلب الهيمالية معتها هدوك الجبال مفهوم قلنا الجبال والزلازل عندهم علاقة لأنه المناطق الجبالية هي الجبلية هي اللي تشكل الحزام الزيزان يلا كيفاش تتشكل الجبال إذن تتشكل الجبال بفعل الفوالق أو بفعل الطيات كي نقول كلمة فالق عارفوا بلي راني نخدم في الصخور الصلبة كي تقولوا طيات راني نخدم في الصخور اللينة إذن يلا وشنه هي الفوالق هي انكسارات وشقوق في الصخور الصلبة نتيجة الإنضيغات الممارسة على تلك الطبقات في القشرة الكرة الأرضية مشكلتين كتلتين سخريتين الفانق مع ذلك هو الشق اللي يتكسر منه الصخور الصلبة أما الطية كي نقول كلمة طية هي التواءات وإنحناءات في الصخور اللينة مع ذلك الصخور هذه ما تكون صلبة تكون لينة ما تكسرش من القشرة الأرضية قلنا بفعلي الإنضيغات مع ذلك كي تنضغط ما تكسرش كما هذه وإنما تصر لي طية هذا مثلا يطلع الجبل نفس الشي هذا كي تكسر للفوق يطلع الجبل مع أنتها في الزوج يشكلوا لي الجبال إذن هنا ماذا نسنتج أنه تعتبر الفوالق سببا لحدود الزلز مع أنتها الفوالق وطيات كذلك أبنائي سبب حدود الزلز لكن الفوالق أكثر لأنه هدف الانكسارات هم اللي يديروا الزلزل توجد الفوالق وطيات في مناطق التضاريس مع أنتها وين يكون التضاريس تكون طبعا فوالق وطيات يحدث الانضغاط تشوهة قد تكون طياتا وقد تكون فوالق مع أن الانضغاط يكون كين ضغط على الأرض التحت في الأعمق يشكل لي طيات يشكل لي فوالق إذن الطيات إذا كانت الصخور قابلة للتشوه مع تمرينة لينا أما الفوالق إذا كانت الصخور صلبة بصح كيلهما يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى تشكل الجبال فوق سطح الأرض يلا أبني بالنسبة لهذا الدرس كاين لي لحقولو كيلي مازال ما لحقولوش إذن لازم علي اللي يلحقولو لازم يشوفوه معايا إذن عندي نشاط الظهرة ما معنى الظهرة وكيف شوي صار لي في أعماق البحار يلا قال لي زحزحات القارات قبل أن القارات مش نو معنتها زحزحات القارات قال لي اعتمد العالم في جنر هذا أن القارات كانت كتلة واحدة معنته هو في ميزو بكري القارات كانت كتلة واحدة صخرية كبيرة وتعرضت لي قوة أدت إلى تشققها وانقسامها عبر الزمن والأدلة التي اعتمد عليها هي كالتالي معتها هذا العالم قالهم باللي بكري الأرض كانت عبارة عن كتلة واحدة يابسة واحدة ومبات من القوة التي تعرضت لها إلى غير ذلك ولا تنقسمت كل القارة ونلاحظت البلاصة قالوا لو علاش كيف شعرتها أعطلهم الدلائل قالوا تشابه حواف القارات نلاحظوا باللي أمريكا يعني أمريكا الجنوبية وإفريغيا الحواف تحمل شابها عندك تشابه الغيطاء النباتي والحيواني عندهم نفس النباتات نفس الحيوانات من الجهة هذه اللي تقسمت منها طبيعة الصخر طبيعة المستحثات المستحثات اللي هي باقايا حيوانية ونباتية إذن هذه هما الدلائل اللي اعتمد عليهم وطبعا قالوا لو باللي النظرية تعكس حيحة يلا تكازح زحة القارات وشنو هي العلاقة تحا وبين نشاط الظهرة إذن قولوا استدقبوا الفهمينو شو معتها الظهرة إذن يلا الظهرة أبنائي ما هي إلا سلسل جبلية في أعماق المحيطات إذن ما تكسروا شخصكم أنا في الفوقة في اليابيسة نعيط لهم سلسل جبلية التحتك يكونوا أعماق في أعماق المحيطات وشنعيط لهم؟ ظهرة محيطية إذن ظهرة محيطية وشنو هي؟ عبارة عن سلسل جبلية تتواجد في أعماق المحيطات تكون موازية لحوف قرات معنى القارة مثلا إذا كانتها هي تكون مثلا تسيت وازيها وتظهروا على شكل فوالق إذن فهمنا الصح اللي لازم تفهموا لي باللي الظهرة ما هي إلا عبارة عن سلسل جبلية في أعماق المحيطات إذن ماذا يحدث في قاع المحيط وشو يصرى في قاع المحيط طبعا لازم عليها هذا الشكل نفهمه يطيح فرد واختيبر ويقعد غير يتحلكم أبنائي هذا لازم نفهمه الآن إذن قال لي الأستينوسفير اللي هو هذا أبنائي التحتانيك هو طبقة مائعة معنى المصلبة مسائلة تسمى أيضا بالرداء المقماتي ما أنت نسميها أستينوسفير ولا نسميها رداء مقماتي ولا المقمى كيف كيف درجة حرارتها هالطبقة مرتفعة جدا والصخور فيها مقوط هذه الدرجة الحرارة كالصخور فيها وشنو تنصهر تبدأ تنصهر هذه الصخور ما فهم معنى تولي الدوب أما طبقة الريداء العلوي هذه اللي فوقها وش نسميها نسميها الليتوسفير أو نسميها طبقة الريداء العلوي معنى أنت أعلى منها وش بيها هاد الطبقة صلبة إذن هاد الطبقة صلبة هذه ساخنة جدا نبدأو نركزوا ما بينتهم إذن تبلغ العمق التحية يبلغ 100 كم فوق القارة وهي وعلى سمية القشرة القارية لأنها معرضة للتشوهات والتغيرات مع أنت أبنائي هذا الليتوسفير هو اللي يرفض للقارة مع أنت فوق الليتوسفير تماما نلقى سواء قارة إفريقية إلى غير ذلك يلا معرضة قلنا وشنو للتشوهات والتغيرات إذن قال لي في قاع المحيط هناك طبقة صخرية ذات طبيعة بازلتية وتسمى القشرة المحيطية اللي هي الليتوسفير إذن وشنو مع أنتك كلمة بازلتية إذن قلنا الأسينوسفير أبنائيين فهمكم هذا الرسم فيه درجة حرارة كبيرة جدا إذن هذه الدرجة الحرارة كبيرة تؤدي إلى ماذا؟ قلنا إلى إنصهر الصخور فيها إنصهر الصخور وهذه الحرارة تؤدي إلى ماذا؟ إلى صعود المغمى المغمى هي قلنا الصخور ذات طبيعة بازلتية مع أنت خلاص من الصخرة تبدأ تطلع مفهوم بفعل هذا قلنا الحرارة إذن أبنائي كي تطلع ما زل ما طلعت شرعنا كيف كيف رانا في الأعماق قلنا مدام أنا هضروع الظهراء أعرفو بلي راكم ما زلكم في الأعماق إذن الظهراء التاعي اللي قلنا هي عبارة عن سلاسل جبلية موجود في الظهراء وحد الشق نسميه في العلوم نسميه الرفت إذن هذا الشق تخرج منه المغمى إذن إذا خرجت المغمى من هذا الشق وش الدير إذن المغمى سخونة وخرجت للماء وش يصال لها؟ طبعا قلوا أستاذا راح تتمتم كيما البركان يكون حومم هكذا كتغليت تخرج للماء وش يصال لها تطفى وش تولي تولي صخور إذن هذك المغمى كي قيس الماء ويولي صخور يجبد تتباعد يعني يجبد خرج يجبد القشرة اللي كانت قديمة معدها هو يجي في بلسها ويبعد لقديمة إذن هكذا وش يصرى تصرى زحزحة القارات وبذلك وشنو تتمدد الظهرة ويتسع قاع المحيط معدها بها يتوسع نفهم إذن نعود مع بعض قلنا الأستينوسفير سخون هذك سخانة تؤدي إلى ارتفاع يعني صخور هذك وشنو تنصهر يعني تولي ذات طبيعة بازلتية وشيصة تصعد المغمى اللي هي ساخنة توصل إلى الرف تخرج إذن وشيصة هكي تخرج قلنا تولي صخور كي تولي صخور إذن تباعد صخور الأقدم منها وبذلك تولي هي فطلسها كي تباعد الأقدم منها مع انتها رأي تباعد فيها إذن لذلك عندي زحزحة القارات مثلا ما بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية وكذلك أبناء يتسع قاع المحيط وكذلك قلنا يتمدد الظهرة إذن مفهوم؟ هذه عرفنا كيفاش نشاط الظهرة المحيطية وتوسع قاع المحيط الأطلسي إذن هذا كان بالنسبة قلنا لملخص الديناميكية الداخلية للكورا الأضياء للسنة الثالثة متوسط أي سؤال لا تلمين عنده استفسار يخليه لي في التعليقات نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكما أقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر